الزميل محمد شبانة حاول ان هو يقول للناس حقيقة الموضوع ايه نشوفه العقد والرعاية بتاعت الاهل انا باستغرب جدا 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 من حالة الفرحة الضخمة لجمهور الاهلي من ارقام الرعاية وحالة الحزن والخناقات اللي في بعض جمهور الزمالك او حتى الناس اللي بتنتمل نادي الزمالك من الارقام لان انا شاف ان الاهلي ياخد اكتر من كده على فكرة يعني وفي ناس طلعت قالت ده ده تكرار لما كان يقوم به تقوم به وخالة الاهرام في السابق وهعيد واكرر بعيد واكرر وانا راجل منتمي لمؤسسة الاهرام على فكرة نعود ومجلس ادارة حتى في المؤسسة ان المؤسسة كانت تكسب من النادي الاهلي اكثر مما كان يكسب النادي الاهلي من المؤسسة والكلام ده هو الحقيقة اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه مش عاجبه دي الحقيقة دي الحقيقة دون الدخول في تفاصيلها يعني انما هي دي الحقيقة هو يا جماعة احنا فاهمين كلمة رعاية وبس غلط ده سوق عرضه وطلب مش هقولك بقى الاهلي تاني اكتر نادي في العالم كثمان للبطولات 24 وريال مدريد 28 مش هقولك الاهلي 11 دولة بطار افريقيا منهم 5 في اخر 6 سنين فاينال مش هقولك الاهلي كثمان 2 دولة بطار افريقيا من اخر 3 سنين مش هقولك الاهلي اكتر نادي كثمان لبطولات محلية ضعف كل المنافسين المجمعة كلام اللي بيعود يقوله الاهلوية اصاد الزم مش هقولك كده هو مش كده لكن هل الاهلي الان على الواقع بينه وبين منافسينه مسافات كبيرة في الرعاية السوق بقولك كده هو لمس على الحاجات الواقعية ما هو زي ما اقولك والاهرام كان بتدي الاهرام كانتش الاهرام مشي تجيه صلاة ايد الصلاة مشي تجيه بريزنتيش شن ايده جيه مش عارف مين المتحدة دلوقتي حيدي اي حد حييجي حيروح للمعيار اللي قاله استاذ محمد شبانة الجماهيرية بير هد يا جماعة والله حجم المتابعة لاي حاجة تقص النادي اللي قاله سلبا او جابا عامل ازاي سلبا او اجابا عامل ازاي وبالمناسبة بقى يعني وهذا حق زمالك اطعو الشركة او الشركات اللي بترعى الاه حق انا عايز اقول بقى الجمهور الاهلي ادعموا الشركات اللي ترعى الاهلي خلصت عشان الناس تفهم المقاطعة عملت ايه والدعم عمل ايه خلصونا بالليلة دي ليجب على كل اهلاه النهاردة يحول على رعاة النادي الاهلي قولا واحدة عشان الناس تحس انها تستمر معاك بأي تمن يا جمهور الاهلي انت في هذا التحدي انت بتقطور نار تقول له فلان ولا فلان لا انا بقولك بقى ادعم الرعاة لان فيه عالجانب الاخر دعوة بمقاطعة رعاة النادي الاهلي لا ادعم رعاة الاهلي خلي الناس تشوف هل المقاطعة اثرت وهل الدعم اثرت هو ده المعيار انا يا جماعة اللي عايز اقوله ان ما هواش بالرغبات مش بكلامنا مش بالادعاءات مش لان انا اهلاه طلع تفاخر انما لان انا جمهوري عريض وسوءي كبير انا اكبر سوء فيما يتعلق بكرة القدم عب في المنطقة وفي افريقيا وفي مصر انا اكبر سوء يقدر اي معلن يرتبط بيا يكسب والقساد الشابال يقول لك ايه كان الاهرام يكسب من الاهلي اكثر من الاهلي ايه مما يكسب من الاهرام طيب الاهرام مش الكابتن حسن حمدي الاهرام بيدخل ثلاث مرات في البيدنج في المزايدة ولم ينجح في الحصول على حقود الرعاية كوكالة لان فيه جهات اخرى خارج مصر زي صلاة خدتها منه وبعدين داخل مصر مؤسسات ناشئة قوية خدتها منه وهي مؤسسات من الدعيش انها يعني بتقسها الوان قد ما بتقسها مصالح فالارتباط في حتة الرعاية في حتة البس التلفزيوني لها علاقة بالقيمة التسويخية اللي مبنية على حجم الجماهيرية والفاعلية بتاعت هذه الجماهير في الارتباط بالمنطقة ده كلام يعني تأكيد على المؤكد صدقوني المفروض الساحة الرياضية تكون وصلت درجة النطج شوية لكن للأسف احنا بديتكلف بداهيات اسواء الاقتصاد الرياضي في العالم المفروض الكلام ده كله بداهيات بحقوق الرعاية الانجليز مش مختلفين عليها وهم شايفين الوضع عامل ازاي وارقامهم عامل ازاي حتى الدول العربية الشقيقة اللي خدت خطوات شوية في الاحتراف او في استقرار المنظومة الرياضية اذا كان في السعودية او في الامارات او في قطر وان كان في جل من نظام يسمع بالدعم وصلت الاستقرار في السوق بتاعها اعلى بكتير من اللي احنا فيه واحنا لسه كل سنة بنتكلم له وراء تاني في جدل وارجع اقول الذي دعا الى التصويق المنفرد كانت الربطة برئاسة الأسازة مرتضى منصور فهي كانت تجربة يعني الكلام لميدو الشركة او القناة اللي اشترد حول بس انتايم سبورت اللي هو بيتكلم عنها ميدو هي اللي تفاوضت مع كل نادي على السبعتاشر مبراهل اللي عنده فانت عارفة هي بالضبط حجم كل سلعة كل نادي حجمه ادي ايه في تأثيره وبالنسبة له هي انه ما يخصرش معها قيمة سوقها بهذا الشكل اللي هو بيقولك على انتايم ما تدي القالة عشان تخصر ما حدش هيدي القالة حاجة ما حدش بيدي القالة حاجة ولا حد بيدي حد السوء هو اللي بيدي اقول لك ابسطالك بتيجي في شهر رمضان بيقسموا الوقت يقولك بريميوم طيب بريميوم ده ايه اللي هو بيتقسم على مدى اليوم اه قبل الفطار ساعة المدفع الوقت بقى اللي من بعد الفطار للصحور بيتقسم اعلى نسبة مشاهدة امتا مه خويس وبعدين ادي البريميوم طيب طيب في البريميوم طيب ده بقى بيتقسم حسب اقوى مسلسل الديئة بتاعته النص الديئة بتاعته الثانية بتاعته بكام ما يقدرش اي مسلسل ولكش معنى انت جربنا ان انت المسلسل بتاعك حجم المشاهدة بتاعته بقت مرعبة فتبتدي تبصت لها حتى الخريطة الاعلانية بعد اسبوع بتتغير بتتغير لان بيبقى اكبر بتروح للرشق اوار بتروح لل بتروح لأعلى فالية السوق في مجال الرعاية والبس بيحكمها قواعد اقصادية بلا مشاعر ولا انتماءات سواء في الفن سواء في الرياضة في اي برنامج تكشؤه يعني في وقت من ايام احداث الصورات والربيل العربي كان البرامج السياسية واكل البرامج الفنية والبرامج الرياضية كتهية المكتسحة دلوقتي لا رجعنا للرياضة والفن والرياضة بالتحديد دي معايير ترجمة نانسي قنقر